السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتحية طيبة لجميع متتبعي سفحة جمعية الاتحاد الوطني للحراس من خاص المغرب كما وعدكم أني غنتكلم على واحد موضوع وهو ديال حراس ديال المصانع بمختلف المشارب ديالها سواء المصانع المصبرات سواء المصانع السيارات أو بيع السيارات أو بيع أجزاء السيارات أو الكابلاج أو غيرها أو حتى تركيب الطائرات اللي ولها في بلادنا ولله الحمد اليوم سأتكلم لكم على هذا الموضوع لأنه في غاية الأهمية لكي تدير خدمتك كحارس أمن تحت ضل القانون وما تدير شي حاجة اللي ستعاقب عليها وما تدير شي حاجة اللي ستمحنك يعني بمفهم أنك تخدم في حدود ما يشرعه لك القانون لكي تخدم بواحد احترافية وبواحد السلامة ديالك قبل ما نبدأوا ما تنسوش أنكم تتابونوا معنا أي تشتركوا معنا في قناة زين رشيد تلف إدريسي على اليوتيوب لكي تلقى فيها دائما الجديد كما أنها مرجع الجميع الأسئلة أو الأجوبة اللي بغيتوها في القطاع هذا ستلقائوها فيديوهات في هذه القناة ساتي فبقوا معنا نبدأوا على بركة الله بسم الله كما لا يخفى الجميع أن أي مقاولة أو مصنع كما يكون شانو صغار أو على شانو هو تحت حماية حراس الأمن الخاص اللي هو متواجد فيها وكتلقاهم دائرين في ذاك المصنع عدد كيكون متوسط أو كبير بعد مرات كيوصل لحتل مئة آجون كيكونوا في ذاك المصنع بالليل وبالنهار السلامة وحفظ الممتلكات اللي كينفي ذاك المصنع شانو الواجه بديول كعزيزي الحاريس هنا كأحاريس أمن خاص المصنع بلا شك إنه تكون واحد عدد ديرية المئة شخص أو خمسين شخص كيكون عند بشاف دوبوست هاتشاف دوبوست هو اللي كيتحمل المسؤولية ديلة ذك الحراس وكيعطي ConstitutionalMHgps وكيوزع مهام وكيوزع أيضا الأماكن اللي كل الحريس خصو أنه يحرص فيه كما أنه يزلع العتق دياله هداك الأمن ديالك المصنع كامل أمام أصحاب المصنع والشركة لأنه وراء بتتوصل إذن شاب ديالك بوست عنده أهمية في الباب هذا لكن كيبقى كل بوست أي كل حاريس عنده مهمة دياله في ديالك الباب وكيتحمل المسؤولية دياله القانونية في ديالك الباب سأتكلم معكم هنا أول حاجة سواء كنتي شاب ديالك أو أجونت سيكوريتي أول حاجة ما تدرهاش هي ما تدرش علاقة صداقة مع العمال ما تصاحبش مع العمال كنت كتخدم ومن يقولك ما تصاحب مع العمال يعني ما شيء كنقولك أنك تكون عدو ديالهم أو هذا لا بالعكس كان خدم بروفيسونيل ما كان عرفكش ما كتعرفنيش وأنا كدير خدمتي علاش لأن ديالك العلاقة ديالك من اللي كتربطها مع العمال هناك صعب عليك تنفيذ لكونسين أو تنفيذ الأوامر اللي ما الفروض عليك أنك خاصتك تديرها وعلاش جيبك ديالك الشركة أو جيبك ديالك المصنع أنك تكون تحاجز أمني ما بين العمال وما بين ممتلكات هذا المصنع يعني من بياس أو من مواد أو من غيرها لأن أنت اللي كتشرف على الحماية ديالها هذا مزيان هذا مباب الباب الثاني وهو أنت كرجل أمن خاص في ذلك المصنع أول حاجة خاصتك تعرف تعليمات اللي كينا وشنو المطلوب منك وكتأخوضها مع شاف ديالبوست وشاف ديالبوست بالتالي سوي خاصويا يأخوضها من على الإدارة بحال لماذا كنت أكتريمات بحال ديالة لك اللافوي أو التفتيش العمال إذا كنت تفتيش العمال هنا كتكون واحد لورقة خاصة تكون توفر عليها هذا كشاف ديالبوست ديال السامح بالتفتيش كتكون مكاشية من عند الشركة وكتكون معلقة باش إلا إعتارت شي واحد كتقولها له هنا والتفتيش كيفاش كتدوز عملية تفتيش مثلا بحال ديالبوستيكان أو هذا فكتدوزك عملية تفتيش ديال أنك ما كتفتش أنك ما تدير شي داخل الساك وإنما كتتقلبك أو كتقول لي حلي يصاك وكنشوفه بعينية ولكن منو عليك أنك تدير يدك علش من منو عليك أنك تدير يدك لأن إلا كان شي واحد سارق شي حاجة وانت درتي يدك مثلا كتقلبك جبداك يقولك لا رانتالي درتيها ليا وخصوصا إلا ما كان شي كاميرا لتعال مراقبة لأنفاس ونصحوا أن حراس أنخاص أو شاف ديالبوست إلا كان شي عملية ديتفتيش أنها تكون قبالتهم كاميرا ديال المراقبة باش كتراقب ديال العملية ديال تفتيش اللي كيقوم بها الحاريس هي كشاهد إلا بقاء شي لبس أو شي حاجة كيرجعوا لها كما أنه لا يجوز للحاريس ذكر أنه يفتش أنت أي عاملة منوع منعا كليا هدف في جميع الدول يعني ونخليكم تشوفوا واحد المقطع يعني ديال كما كتشوفوا فيه دابا يعني يعاقب عليه قانونيا أن رجل يقلب مرأة خاص مرأة تقلب مرأة كين حاريسات ومالي كيتكلفوا بعض الأمر هذا اللي يمكن يقلبوا الحاجية ديال ديال النساء يعني فهنا كما كتك تفتيش ما كدير شي ديالك ولكن كنقلب الأمور بالمراقبة وكان سير في المسائل ديالي باش كدوس بأمان ما بغى شي واحد مثلا نقلبه أو كذا كان خليه تماما وكان ديكلاري بالمسؤول ديالي أنه أتسيد الدرا مرأة تقلب هذا فيما يخص التفتيش مسألة أخرى اللي هي مهمة في غاية الأهمية هي مثلا إذا كنت تسجل الدخول والحضور ديال العمال هنا ما كينش هوادى باش معاش مدخل داك الموظف أو داك العاميل انسجله من اللي كانت مثلا عندك وظيفة ديال مثلا كحاريس أنك تسجل الدخول والخروج ديال العمال أو الموظفين هنا ما كيش محابات جامعة معطل ندير وراء جامعة الوقت هو هداك لا جامعة معطل نقيد معطل خرج بكري نقيد وخرج بكري خرج معطل نقيد وخرج معطل خرج معطل نقيد وخرج معطل لماذا؟ لأن هذه حماية ديالك انت ما كيش محابات ندير جاميل لا فلان لا عمرها دار لماذا قلت لك لا تدير علاقات وصدقات لا يوجد عمرها دار لا يوجد أن تطيح هناك تطيح في مشكلة لا يوجد أن تفرق على وجهك لا يوجد أن نقيده ولا سمح لي أن خرج لا يوجد شيء لي على فاكرة أن نقضي شخص غرض لا نقيده لا يوجد أن نقيده لا يوجد أن نتزمم لأنك لا تدير علاقات لا يوجد أن تطيح في شخص غير لماذا نتسأل هذا؟ لا قدر الله يقعد شيء حادثة أو يقعد شيء جرم أو يقعد شيء كذا أو يقعد كذا فأناك تسمى أنك مساهم فضل الأمر هذا لا لا يوجد أن يزهج فضل المسأله هذا روبو مثلا يجب أن يكون في المرأة ويقول لك لا يريد أن يزهج أو لا يزهج فأنا نقضي خدمتي ولا يزهج فأنا نقضي بها ونقضي بها ونقضي بها ونقضي بها هذه الإدارة لأنك تقضي خدمتك كما هو كذا خدمته أنك تقضي خدمتك وما نخاف فهذه هي ضرورية ومهمة لأنه مثلا هو أخرج مثلا أنت قيضتها وقققتها ويقضتها وقمتها في الزنقة مثلا لأنك تقضي مصيبة في الزنقة وانتروك مقيده لا حاض أنت لا تقضي إذن هنا لديك عقاب الإهمال أريد أن تقضي المعزوين ولكن مستعدت أخيب فلا لا لا أتدخل لا أتخرج وليس أن أترك أجل لتراقب لتجعل المجاملات وعادة للناس لذلك مجاملات لا درافلان لا هذا كذا. هل يجب أن تكون العلاقات مع العمال أو مع الأطور؟ أما لا تنفق بشي حاجة. كل أدب المحدود لك حريص. أما أشياء أخرى لا تنفق بشي حاجة. يعني يجب أن يقضي غراضه. ولماذا يجب أن تكون مصنع بشي مصنع بشي حاجة ومعقدة؟ هذا يجب أن تنفق بشفار أو مخلوط. يجب أن يرى جهنم وعذبه أن يقضي بباب الرزق. فهمتني لكي نكونوا واضحين. وحتى لكي يجب أن تبسط معك، يجب أن يكون خاطر وإضهاء. لماذا نقول هذا؟ هذا ليس لكي لا تستطيع في مطبات خاطرة. لأن يعمل مع الناس وعرفناهم وشفناهم وشفنا ناس يديروا الخواد في شركات وأطر. فهم يريد أن يدوزوا الدكاكة على حراس أم الخاص. ويخرجوا ملايين في الكرتون. بحال واحد المصنع كان أعرفه. كان يخرجوا. هم لا يعطون أي اوامر تفتيش الحريس. وإنما غير يقيد الكرتون لداخل أو خارج. فهذا الكرتون الخارج يخرج في بياس جديد على أنه قديم. ولكن هذه دكاكة ديزا هم مدكينة. المهم أنه لا يتقاشف الحريس أم الخاص. لا يوجد حق أنه يقلب. ولكن عنده حق هنا يدخل. لذلك يوجد خواد في هذه المسائلة. ولكن لماذا؟ ديما كتلقى بعد شركات يريدون ديما أو المصنع يريدون حراس أم الخاص. دائما دائما. لأنهم يريدون خواد وضعوا هذه المسائلة التي هي معروفة وبينة وواضحة العيان. وكي يريدون خوادها في سيكوريتي. كمس الأخرى وهي مهمة التي سأقولها لك وهذه يديرها بها لك. أنه مثلا كتجي السلعة. بعض المرات كتجي السلعة كتدخل. وكيكون حارس أم الخاص هو الذي يسيني عليها. أنها دخلت مع واحد الموظف كيكون تما. أو كي يحسبها معه أو كذا. لأنها كانت أعطينا هذا الأمر. أنه يقيد ويحسب ويسيني تهو. كانت وقعت واحد المشكلة. وغلطة جسيمة دار حارس أم الخاص. أما هي. واحد الخطراء وواحد الموظف كان يمشى. ويأتي كاميو دي السلعة. كاميو دي السلعة. كي يتعامل معهم دائما. وهذاك حارس أم لا يعرفه. وقال لي أن يرى سلعة هذه السلعة. وقال لي أن يسيني معايا. فلان أرى يمشى. قال لي أن يرى أن ترى ديالنا وإحنا ديالك. وقال لي أن ترى ديالك. أرى أن أرى أن أرجع في كاميو. أرى أن أضع دخلها هنا. وترى الصباح. épجب مدرسة. وقال لي أن يہجب مدرسة. أرى أن ترى ندع دخل دائما. وأرى سلعة سلعة. أرى ترى أن أفضل الموظف. ترى أن أرى كان للمصنع. لقال لي شيئا. السلعة حجب لي فوقنا. من الدواυχ من الملزف. وقال لي بضاء المقرم. وقشى لون ذات الجوش. والمسائيل. قد أرى أوبط. الأولى الثالثة كمية كله خاوي دية السلعة عندك موظف لا يسينيش في طبيعة الحال عيط المول كمية وقلوا لأنني أجبتهم السلعة عامرة قد يرى تسرقت شوفوا كيف تسرقت يقول يتحمل المسئولية تحملها آزون سيكوريتي وتحملت الشركة التي رجعتها بالملاعين دية سنتيمات خطأ جسيم داروا بالتعاطف الغبي دية الحارس أم الخاص فبتالي يره يؤدي في الواجب في السجن فلا يوجد تعاطف ولا يوجد صاحبي ولا يوجد درويش هنا أنا أراف بوابة السجن في باب المدفع والأخوين يكون حازم وقاس حسن كداب فهذا هو باب المصنع الذي نقول لكم لا يوجد محابات أو ضعاف وعندما نرى شراء وعندما نعطيهم القائل يتباكى أنا أعرف الدولة لا يستطيع لماذا يأخذ مدفع لا يوجد شراء ولكن لا تتباكى على القانون لأن القانون لا يحمل مغفالين وعندما لا تقوم بعمل هذا الماء لا يوجد دولة نقضي بما نعرف القانون وذلك الساعة هذه مسألة على الدولة وكذلك الناس راكين أضلوف الأمراض لعل وعسى خصوية الدار حق والدار قانون وتقنية هذه المهنة فمن طوش لكم إلى فيديو لاحق إن شاء الله الذي ستعمل فيه فائدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة